اشتركوا في القناة رفع مجلس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة خالص التهاني وتبركات بمناسبة الذكرى السابع عشر لميثاق العمل الوطني وأكد المجلس أن ميثاق العمل الوطني قد أسس بقيادة ملكية حكيمة وإجماع شعبي باهر لمرحلة جديدة من العمل الوطني والديمقراطي أرست دعائم قوية لمؤصلة البناء والتطوير على ما تحقق وعززت المشاركة السياسية في صنع القرار الوطني وكرست العمل المؤسسي تشريعيا ورقبيا وحث المجلس على استلهام العبر والدروس من هذه الذكرى الوطنية الغالية واستحضار دور الوحدة الوطنية والإجماع الشعبي التي يمثلها التصويت على ميثاق العمل الوطني في تعظيم الإنجازات والمكتسبات بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشجيع إقامة المعارض والفعاليات المتخصصة التي تروج للمنتج الصناعي البحريني وتسوق له إقليميا ودوليا وتفتح المجال لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي منوها سموه بمعرض الخليج للصناع 2018 الذي أقيم مؤخرا تحت الرعاية الكريمة لسموه وبدوره في دعم التوجه الحكومي في هذا المجل بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة إنشاء مركز صحي جديد في البدية وكلف سموه وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتحديد الموقع المقترح ورفعه إلى سموه وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إلى ذلك فقد وقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المراحل التنفيذية التي واصل إليها العمل في مشروع مركز محمد بن خليفة تخصصي القلب في عوالي ووجه سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك بعدها أثناء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء في نقل فحص العمالة الوافدة إلى القطاع الخاص حيث تابع المجلس نتائج هذه المبادرة التي أثبتت فعليتها في تسريع إجراءات فحص العمالة الوافدة بحيث قللت فترة انتظار الموعد من ثلاثة أشهر إلى أقل من أسبوع واحد وتقليص وقت استخراج التقارير الطبية من شهر إلى أسبوع واحد فقط حيث تم الانتهاء من ثلاثة وثلاثين ألف فحص طبي بواسطة القطاع الخاص وفق النظام الجديد منذ البدء بتفعيله في التاسع عشر من نوفمبر 2017 وقد مكن النظام الجديد مركز الرازي الصحي من سرعة الانتهاء من فحص 26 ألف عامل إضافي كانوا على قوائم الانتظار خلال الفترة ذاتها من جهة أخرى تابع مجلس الوزراء الفعاليات والمهرجانات التي وقيمت والتي ستقام خلال النصف الأول من العام 2018 حيث أعرب المجلس عن ارتياحه بوفرة وتعدد وتنوع الفعاليات على مدار هذه الفترة والتي تعكس نجاح التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو وقيمة مضافة في الدخل من القطاعات غير النفطية كما رحب بالإقبال الكبير على هذه الفعاليات ومنها مهرجان البحرين للتسوق البحرين تتسوق والذي شهد زيادة على مستوى المشاركة والحضور والإيرادات مقارنة بالعام الماضي وذلك من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بعدها أشاد مجلس الوزراء بما تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمين وتقدمه من أعمال وتقديمه من أعمال جليلة للعالمين الإسلامي والعربي من خلال رعاية الحرمين الشريفين والتسهيل على قاصدي المشاعر المقدسة فيهما ومن حق السعودية علينا في العالم الإسلامي والعربي شكرها ودعمها على ما تقدمه في سبيل خدمة الحرمين الشريفين ورعاية المشاعر المقدسة مؤكدا المجلس أن الحرمين الشريفين بأيد أمينة صادقة وحكومة لا تدخر جهدا في توفير كل سبل الراحة وتذليل الصعاب أمام ضيوف الرحمن فهي بلد عاهدت على بذل الغالي والنفيس لرعاية المقدسات الإسلامية وخدمة ضيوف الرحمن على مر العصور وصدقت ما عاهدت الله عليه بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك على النحو التالي أولا بحث مجلس الوزراء تجريم نشر أي صور أو مشاهد مصورة تنتهك حرمة خصوصية الأفراد عن طريق الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل العلانية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية والتي تضمنت جراء تعديل على المادة 370 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ثانيا وفق مجلس الوزراء على استحداث إدارة جديدة بوزارة المواصلات والاتصالات وتتبع الوزير مباشرة وهي إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع وتختص بالتخطيط لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة لجميع الإدارات التابعة للوزارة والعمل على التأكل من التزامها بكافة متطلبات هذا النظام وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من ديوان الخدمة المدنية والتي تضمنتها مذكرة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ثالثا وفق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين قليميهما وفيما وراءهما وتفويض الوزير المختص بالتوقيع النهائي عليها وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة رابعا وفق مجلس الوزراء على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول بشأن الاستثمار في المجال الطبي والثاني بشأن التعميم دورات في الإسعافات الأولية والسلامة المنزلية والمهنية على موظفي القطاع الحكومي والثالث بخصوص استراتيجية زراعة الكلة لمرضى الفشل الكلوي والرابع حول استخدام الرسائل النصية للتذكير بالمواعيد بشأن بعض الخدمات الحكومية والخامس بخصوص مواقف للسيارات في مستشفى الملك حمد الجامعي وحال ردود الحكومة بشأن هذه الرغبات إلى مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ترجمة نانسي قنقر